السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد دائما وابدا نقول لا يعلم الغيب إلا الله والله أعلى وأعلم دائما نقول لا يعلم الغيب إلا الله قبل ما نبدأ كل أخواني وأخواتي أهلا وسهلا بالناس الجديدة على القناة أهلا وسهلا بالناس اللي شرفوني بتمنى بسرعة اللي محطش اللايك بتمنى أنه هو يحط اللايك كل ما اشترك في القناة بتمنى أنه هو يشترك في القناة طبعا امبارح احنا بناخد الاستخارة بناخدها بنكتبها وتاني يوم بتم الرد عنها بتم الرد عنها مش انا بتم ناس معينة بيعملوا هذه الاستخارة وانا باخدها بنزل فيها تسجيل وشو بنحكي لا يعلم الغيب الا الله والله اعلى واعلم ديها اول شيء يلا بسرعة نبدأ بمغرورة مغرورة ان شاء الله ملاك هبيبتي باذن الله تعالى الله اعلى واعلم حياتك الجاي باذن الله تعالى المستقبل الجاي الله اعلى واعلم ديه الحياة هتكون معاك تمام دياذن الله حيات جديدة هتكون ديك تنتظرك وسعادة بتنتظرك باذن الله تعالى دائما ابدأ نقول لا يعلم الغيب الا الله كذلك الزهرة حبيبتي ظهرة الندى ان شاء الله ايضا ان شاء الله حيات جديدة بتبقى حلوة اليك ان شاء الله الايام الجاي سعادة تنتظرك باذن الله تعالى زي مغرورة بالنسبة لكوين بالنسبة لعلي هيحصل فيه كلام ما بينك وبينه هو حاليا فيه انتصال بس هو هيحصل كلام ما بينك وبينه هيحصل كلام قريب بإذن الله بالنسبة لرين الخزعلي أيضا حيصير كلام ما بينك وما بين عباس بإذن الله فيه كلام حيبقى مع بعض بينك وبينه إن شاء الله تتحكون مع بعض وربنا اجعلكم النصيب بعض بإذن الله تعالى يوسف الحجي بالنسبة لانجي انتي زعلانة منه وفي انفصال زعلانة منه بامور كثيرة والان عند الله تعالى طبعا في رجوع في رجوع قريب جدا باذن الله تعالى انه هو هي رضيكي وحيكلمك ان شاء الله قريب جدا باذن الله تعالى ان شاء الله رجوع قريب جدا يا حبيبتي بالنسبة لميمي مايا ان شاء الله ميمي مايا في خطوبة تنتظرك ان شاء الله تفرح وتيجي تفرحينا بالنسبة لقطرة الندى ما في بالنسبة لا اطلاق لأن عند الله إنه هيحصل كلام ما بينك وبينه على فكرة في كلام هيحصل ما بينك وبينه ناشي قطرة الندى في كلام هيحصل بيناتك في كلام هيحصل بيناتك بالنسبة لحبيبتي حبيبتي قطرة الندى هو هيحصل كلام ما بينك وبينه على فكرة هو فعلا هو مش إنسان مش إنسان سيء له تصرفات لا تعجب طبعا هو مش إنسان سيء بس في بعض النقاط إنه هو عليه شوية نقاط سوداء العلم عند الله تعالى في أشياء أموره مش كويسة مش كويسة والله ما أنا أحكي مش عارب أحكي لك عليها إزاي أنت طبعا ماديا أنت حتستفيد منه ماديا أنت حتستفيد منه ماديا بس هو في بعض التصرفات عنده غير جميلة نهائيا في بعض التصرفات مش جميلة نهائيا يا قطرة النادى لو عنده التصرفات هذا فضل يكررها على طول أنا أفضل طبعا إن أبغض شي عند ربنا هو التلاق لكن لو فضلت هذه الأمور موجودة عنده لا هو طبعا التلاق هو أفضل لأنه هو مش هيتغير إنت حتستفيد منه ماديا نعم هو مش هيتغير كده وصلت وهراني شيماء بالنسبة لوهراني شيماء عندك مشكلة بالنسبة للحبيب عنده مشكلة في العمل عنده مشكلة في البيت لكن في العمل أكثر بالنسبة ل مين الاسم الغريب اللي هو مكتوب ستتس بيشو ستتس بيشو اللي هي أسين 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 بنت خولة اللي هو الاسم غريب اللي هو ستتس بيشو بالنسبة للتعيين إن شاء الله بالنسبة للحياة الزوجية الله يرب يكتب لك الخير والسعادة دائما بالنسبة للتعيين إن شاء الله إنه فيه تعيين ولكن مش الآن التعيين على بداية السنة الجديدة الله يكتب لك كل خير وسعادة قطرة الندى على فكرة هو يحبك يحبني ابن سين أه نعم هناك فيه محبة فيه محبة موجودة بالنسبة للحمل هاي يحصل حمل أما بالنسبة للصفر هو مش ظاهر صفر حاليا نوال حكمي نوال حكمي بالنسبة لعبد الرحمن فيه محبة وفيه رجوع بإذن الله تعالى بالنسبة لاميمي مايا يميمي مايا نعم يميمي مايا يوجد سحر يوجد سحر واضح يميمي مايا اللي هو تفرقت في العمل نعم يميمي مايا السحر واضح جدا بالنسبة لعاشقة كوريا عاشقة كوريا مريم ومحمد هو يحبك جدا وإن شاء الله قريبا يطلب إيدك وهيطلب إيدك بس مش دلوقت يعني لازم تصبري بس من ناحية الحب هو يحبك وإن شاء الله يكون لقاء بالنسبة لإناس سمير إناس وإناس سمير هو في زواج مرة ثانية مش هقول غير هيك إنه هو في زواج مرة ثانية بالنسبة لخالد العراقي بإذن الله تسمعي أخبار جميلة على بداية السنة الجديدة بالنسبة لزهرة الزئبق نعم يوجد حسد موجود واضح جدا حاول تعمل رقية شرعية الحسد موجود يا زهرة الزئبق يوجد حسد واضح جدا بالنسبة لابتسام يا ابتسام أبعي تتركي العمل يوجد مشاكل عندك في العمل والمشاكل واضحة جدا لكن لا تتركي العمل خليكي في هذا العمل لا تتركي ابقي كما أنت تمام خليكي زي ما أنت وفاة الصادق نعم يوجد فيه خطوبة فيه خطوبة بإذن الله تعالى هي فيه خطوبة واضحة جدا بس مش الآن يعني عايزها لها صبر شوي بالنسبة لصابرينا صابرينا نعم فيه حسد وفيه أعمال سحرية الله يربي يبعد كل هذا عنك ليس وهم ليس مجرد وهم نعم يوجد حسد كبير جدا هي تغار منك جدا جدا تغار منك جدا هذه صارة تغار منك جدا جدا وفيه حسد واضح جدا وبتحاول تعمل أعمال يفضل فيه مشاكل هذا ليس وهم ليس مجرد وهم لا هذه تلعت حقيقة جدا بالنسبة لنورة فيه رجوع ولكن مش الإسبوعهات بس هو فيه رجوع بالنسبة لأماني محمد أماني محمد أنت حبيبتي ونور عيني من جوا نصيحة مني عيشي حياتك أنت يكتفهميني عيشي حياتك يا أماني محمد نعم عيشي حياتك بالنسبة لاميدو موشا نعم ياميدو فيه سحر وإن شاء الله أنه أوشق على الانتهاء نعم فيه سحر بس بينفك خلص بينفك ومشا ينعرف الجدد بالنسبة لموج البحر موج البحر إن شاء الله أنها يحصل لكي قسمة بإذن الله تعالى على السنة الجديدة بإذن الله تعالى موج البحر برضه موج البحر إن شاء الله أمك تشفى من التعب اللي هي فيه الله يبارك لكم فيها ويبعد عنها كل هم شو بنحكي ربنا قادر يحيي العظام وهي رميم ربنا يحيي العظام وهي رميم قولي يا رب يشفي لي والدتي يشفي لها دائما وإن شاء الله أنه ربنا يستجيب الدعاء ويشفيها بإذن الله تعالى يا بنات إحنا دائما وأبدا نقول لا يعلم الغيب إلا الله والله أعلى وأعلم دائما نقول لا يعلم الغيب إلا الله وإن صدقنا بالتفسير أو إن صدقنا بالاستخارة لا يعلم الغيب إلا الله وربنا قادر إنه هو رد القضاء بيكون بالدعاء ربنا قادر يعني أنا أعرف جارة لنا كانت تعبانة جدا جدا وكل الناس كانوا بتوقعوا إن هي تتوفى والله جارتنا حاليا كثرة الدعاء والناس اللي كانت بتدعيلها حاليا هي كويسة والحمد لله وصحتها تمام ويمكن صحتها أحسن من صحتي بدناش نحشدها هيك يا حبيباتي بتمنى لكم كل السعادة والتوفيق دي الاستخارة احنا بنأخذها بيوم نكتبها تاني يوم هذه الاستخارة اللي كانت إمتى اللي كانت مبارح تمام اللي هي كانت الاستخارة كانت يوم الجمعة اليوم بنرد عليها هيك استودعتكم عند الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته